في سبتمبر 2021 اطقت مصر الاستراتيجية الوطنية اللي هي حقوق الانسان الى اي مدى مصر تقدمت في هذه النقاط تحديدا فيما يتعلق بحقوق الانسان التعاطي حتى الحكومي مع المنظمات الدولية في حالة حقوق الانسان انا عايز اقول لك على حاجة ان احنا ما كناش نقدر نعمل استراتيجية قبل ما نعمل منظومة لحقوق الانسان يعني كانت الفكرة في ايه انا عندي حقوق الانسان ومنصوص عليها في القوانين والدستور طب حنتعامل معها ازاي؟ لازم بيقى فيه منظومة منظومة تتعامل مع هذه الحقوق المنظومة دي بتتكون من ثلاث اركان رئيسية نمرة واحد الركن المؤسسي فيه لازم بيقى فيه مؤسسات معنية بهذه المنظومة عندنا المجلس القومي مثلا لحقوق الانسان المجلس القومي المرأة المجلس القومي للأمومة والطفولة المجلس القومي لذوي الإعاقة بقى عندنا منظومة فيه مؤسسية طيب وبقى عندنا اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ده الضراع التنفيذي اللي بيتابع حقوق الإنسان في أجهزة الحكومة بقى عندنا منظمات مجتمع مدني والقانون بتاعها ونظمها وإزاي تختر وإزاي تبشر نشاطها فبقت عندي كل الأطراف المؤسسية مجتمع طيب الركن التاني إيه التشريعات لازم أعمل تشريعات تكون متماشية ومواكبة مع الالتزامات اللي احنا وقعنا عليها في المعاهدات الدولية الناقس أكمله اللي فيه عيب أصلحه البنية التشريعية دي طبعا شوف طلع كم من التشريعات اللي ادت لزوي الإعاقة حقوقهم المسابن المرأة والرجل بناء الكنائس حاجات كتير طلعت وتالت حاجة الناحية بقى تكوين الكوادر طب أنا ازاي هتعامل مع منظومة الحقوق الإنسان ولا عنديش كوادر هتعمل معها ازاي فكان لازم نعمل كوادر نكون لها خبرات تقدر تتعاطى مع هذه الحقوق سواء في الداخل أو في الخارج لما المنظومة دي اكتملت بدأت التفكير في استراتيجية 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 وضعتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة في وزارة الكاريجية وهي اللي أيمى على متابعتها بتشمل حول إنسان مش المدنية والسياسية بس والاجتماعية والاقتصادية والثقافية استراتيجية شاملة الاستراتيجية دي مدتها خمس سنين هنحطينا فيها أهداف قبلة للتحقيق مش أهداف تكون مثالية أو فوق التوقع لا حاجات قبلة للتصديق مرة عليها إيه سنة واحدة فإذا إحنا في السنة الواحدة دي آه تم فيه إنجازات كتير اتحققت وبالتالي إحنا بالتدريج سنة وراءة تانية هنبدأ نستكبل حقوق الإنسان في أفضل صورة له خلي بالك ده أول إطلاق الاستراتيجية يعني دي أول خمس سنوات طيب وبعد خمس سنوات هنعمل إيه ده فكرة تاني وإن شاء الله يبقى هتبنوا على هذه الاستراتيجية هيبقى في بناء على هذه الاستراتيجية طبعا يبقى لك أساس شغال علي المهم إنك تبقى ماشي على أساس ممنهج ما يبقاش إن أنت بتخطي خطوات عشوائية أو بلا إطار فبالتالي النتائج بتاعتها تبقى ضعيفة غير لما يبقى جهود منظمة وفي إطار إنت شغال فيه فبالتالي هتقدر تحقق نتائج واتبعها وترصدها وتبني عليها صحيح